كمونا حل الموتش كله لا انا زعلان لا انا زعلان احنا سيبينك انت الرجل انت المبنية بتاع التلمان لا هو طبعا انا انا كنت مختلف معاك اميدو قبل بداية البطولة قلتلك لو كابتن شاو اعتمد على موضوع التلاتة في قلب الملعب اللي هم التلاتة الاستوبر هتبقى فيها مشكلة كبيرة لانك انت عايز ان تلعب بتلاتة بتبقى عايز الترفين قلنا البقرة يتوداك ليفت لازم يكونوا طيرين على طول بيهاجموا عندهم قدرات عجمية انت معدكش دي حصلت النهاردة من فتوح شوية حصلت من فتوح شوية كريم القلاة لما بيعملها الكابتن شاو اي بينادي عليه بيرجعه تاني يبقى انت النهاردة بتلعب بخمسة وبتلعب اتنين في نص الملعب بتدفع بسبعة وده اللي احنا قلناها التلاتة العيبة مفصولين خالص خالص فرق كبير اللي كامونا بيتكلم بساحات كبيرة قوي وبالاخص اللي انت عايز تعمل برس عالي على فرقة محترمة اه انا باعتبر يعني اه يعني شوف كوبا امريكا اللي كان شغال اللي فاتر بلي فاتر تعميله هم عندهم حاجة كوية جدا اللي الالتحام الكوي هم هم متعودين على كده يعني انا بحب اتفرق على دولت برازيل اصلا كعام اه اه دي اول حاجة تاني حاجة تنظيم وتمركز في الملعب هايل شوف كمية الباصة الديه في الملعب وبيستعجلش يعني انت عارف انت بتلعب فرقة محترمة غيره ثلاثة اللي انت لعبتهم الارجنتين نفس المدرسة اه اسبانيا لعبت وفيهم ستة سبع من اللي هما لعبوا في البطولة الاخيرة استراليا طبعا كانت المفاجأة اللي هي كذبة الارجنتين يعني كان في ايه بالنسبة للمجمع بتاعتك كان فيها بس وصلت انما بتيجي تلعب المرازيل لأ حاجة تانية مختلفة ايه يعني انا انا شايف اميدو الطريقة كان لازم بس هو صعب بتلاتة كابتن كتير يعني لا اكاب المصري يعني انا النهاردة بتكلم اللي انا عايز عمار النهاردة بظلم اللي انا بلعبه في نص الملعب جنب اكرم امم النهاردة عمار عنده حلول كتيرة عمار لعبكرة كويس بلعب من الطرف كويس بلعب باكرايت ويكمل كويس لما بلعب فيه دفندر يعني ممكن يلعب هو الوين جبك مكان كريم يعراي بالزبط يعني انا عندي انا بلعب تلاتة ليه اميدو يعني انا بلعب بكين يعني انا بلعب عادي باربعة تمام ممكن العب اربعة تلاتة تلاتة لو انا خايف العب باربعة تلاتة واحد بس انت عندك لقيب الكرة في التلت الهجوم كتير كويسة محترمة وعندها حلول كتيرة انما النهاردة انت عزلت التلاتة اللي قدام عزلتهم عن التيم كله دي حاجة يعني الكابتل شاوي انا مش عارف حتى النهاردة اه لو بصيت في الشوت التاني غير الطريقة تلات مرات يعني الطريقة اتغيرت في الملعب تلات مرات بالتغييرات اللي عملها ودى عمار حمدي وينجا باك ونزل النام عشور وبعد كده راح طلع عمار حمدي ورح منزل النص المهار لعبه وعده رجان ودى اكرم توفيق اصلي خلي بقى ولما عملت كده حسيت ان انت بيت في نص ملعب البرازيل وعندك الامكانية بس هو البرازيل عمل ايه الناحى التاني ساحب لك الاثنين مميزين عنده ونزل لك واحد في نص الملعب واستخوذ على نص الملعب كل الكرة التانية كانت فريطة البرازيل اللي بتاخدها انت كابتن شاوي ايه انت ليك هدف انت ملكش ماتش تاني يعني كابتن شاوي ناعد بتفرق كده مينه حسيت ان مصري البرازيل هتجي تلعبنا هنا ماتش التاني كان في فرصة تانية يعني انت رأيك انت استغربت ان اقول مثلا مثلا وانا بتفرج مثلا عليكم في قاس القارات مثلا صح؟ حتى وانت بتلاعد مين انت في رد فاعل خش في الجون لا اجيب التعادل ورم اللي حكا متخد مننا ايه ما انا ده لقاصدي النهار ده انا حسيتك كابتن متحت ان سؤال تاني هل جالك الاحساس الدي اوصلي وانت تفرج عماطش ان كابتن شاوي اعز يخرج كده انت شفت الفيديو اللي يا كابتن مصر انا انا واحد من الناس انا عندي النهار ده حتى لو كنت اخسر مش اخسر بالشكل ده سيبك من سكور واحد زي اتنين زي ثلاثة بس انا بتكلم على الشكل يعني هو ده منتخب مصر اللي الناس بنت عليه ودي المجموعة طبعا عشان بس ما نروحش بايد اميدو انا باشكر اللعابة كلها وباشكر السلاسة بتقول المنتخب الاول صراحة منتال امان عمله مجهود كبير جدا يعني عشان ما نضغطش عليهم اكتر من لازم المجموعة دي منتخب مصر لفترة الجاية فيهم لعبة مميزة وبهم موجودة لفترة الجاية بس الشكل اللي احنا شفناه النهاردة ضيعت كل اللي فات اذا كانت بطولة الامم اللي كانت في مصر انت خدتها او طلت مرشات اللي انت سعدت بيهم انما احنا مكناش كلنا مستنيين ان ده شكل منتخب مصر لازم يكون فيه رد فعل رد فعل مهما كان هو مين اكامونة اللي بلعب اصدق احنا تعودنا على كده احنا تعودنا على كده كله بالكامل كله لان فيه معونين اللي لازم يتكلموا وده الطبيعي بتاع الكورنة لازم يغير الطريقة لازم اوصل لمرحلة انا النهاردة اميدو اكسم بلا انا بستمتع بمطش اسبانيا وكودوفور الديئة واحدة وتسائين كودوفور تيجيب الجون التاني اسبانيا تجيب اربعة وتسائين ويتعدلوا اتنين اتنين والعب اكسرة طايم يعني اسباني ثلاث دقايق احنا الحقيقة شفت تويتر حلوة لابراهيم سعيد ان بيقول محدش تكلم على التمثيل المشرف لو هتتكلموا بقى على التمثيل المشرف اتكلموا على اداء كودوفور امام اسبانيا عجبني الكلام انا بقولك تلت دقايق بتفرج اسمير تلت دقايق اسباني تلقت برا جابه جول في الديئة اربعة وتسائين وفي الاكسرة طايم كسبه خمسة هو ده الرد بقى